بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فإن الحق سبحانه وتعالى أرسل رسوله رحمة للعالمين فقال مولانا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فهو رحمة مهداه صلى الله عليه وسلم وهو نعمة مهداه وهو السراج المنير أرسله رحمة لجميع العوالم من عالم الغيب وعالم الشهادة فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم تجلت في عالم الغيب وعالم الغيب هو ما غاب عن حواسنا ولكننا نؤمن بوجوده ونصدق به مثل عالم الملائكة فهو رحمة عامة لهذا العالم والدليل على ذلك أن الملائكة منهم من يصلي على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فبالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الملائكة في رحمة الله سبحانه ومن عالم الغيب عالم الجن أيضا دخل في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فحينما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على طائفة من الجن القرآن الكريم آمنوا بدعوته وصدقوا برسالته وسجل ذلك القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى في أوائل سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العالم أنهم آمنوا به ودخلوا في دعوته ومن دخل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نال من رحمة الله سبحانه ومن أنواع عالم الغيب أيضا الذي دخل في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عالم البرزخ وعالم الروح والدليل على ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر كان لا يتنزه من البول فجاء صلى الله عليه وسلم بجريدة خضراء فجعلها على القبرين فقال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم تيبس وهذا دليل على رحمته صلى الله عليه وسلم بهذا العالم عالم البرزخ وعالم الروح أيضا هو رحمة عامة شاملة لعالم الشهادة وعالم الشهادة أنواع إما أن يكون جمادا وفيه حيوان وفيه النبات وفيه الإنسان فعمت رحمته صلى الله عليه وسلم لهذه الأنواع فمظهر رحمته بعالم الجمادات أن الحصى سبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول كنت أسمع حجرا بمكة كان يسلم علي وهو الحجر الأسود وحينما وقف على جبل أحد اهتز الجبل فقال أثبت أحد وقال عن أحد هذا جبل يحبنا ونحبه ولما بنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من برن وكان يقف قبل ذلك على جزع نخل حن الجزع وسمعوا له صوتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصوت من الجزع لأنه يحن على ما كان يسمع من الذكر فهذا يدل على رحمته بالجمادات أيضا رحمته بالنبات وشمول رحمته التي عمت جميع الموجودات دخل في ذلك النبات فقد جاء أن أعرابيا كان يمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في خير قال وماذاك قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال ومن يشهد لك يا محمد بذلك قال صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى شجرة فجاءت تشق الأرض وشهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في السنن ومن دلائل رحمته ومظاهر هذه الرحمة المهداة أنه رحمة لهذا العالم أيضا من الحيوانات فقد علموا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وما له من رحمة فكما جاء في الصحيح أن جملا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الضب شهد برسالته صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من النمازج الكثيرة التي تعد معجزات لسيدنا ومولانا رسول الله وهو رحمة للإنسانية عامة للمؤمن وللكافر للكافر لأن الله تعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم رفع العذاب الذي كان ينزل على الأمم السابقة لقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ورحمته بالمؤمن لقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة